موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق اخبارية مرحبا بكم نفذ قائد القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية الفريق اول ركن مطلق بن سالم الازيمع رفقة وفد من القوات المشتركة يوم امس زيارة تفقدية الى منطقة الوديعة بمحافظة حضر موت وقالت وكالة واس السعودية ان الفريق الازيمع زار احد الوية الفرقة الاولى من قوات درع الوطن واطلع على سير العملية التدريبية والجاهزية القتالية واشاد بجهود القائمين على اللواء بشكل خاص وقيادة قوات درع الوطن بشكل عام وحثهم على مواصلة التدريب والتأهيل وكان قائد قوات درع الوطن العميد بشير السبيحي وقائد الفرقة الاولى العقيد علي النشع علي الشمي وقائد الفرقة الثاني العقيد فهد بامؤمن في مقدمة مستقبل الفريق الازيمع حسب الوكالة يشار الان قوات درع الوطن هي قوات يمنية اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بانشائها اواخر يناير الماضي على ان تكون احتياطي القائد الاعلى لقوات المسلحة وان يحدد عددها ومهامها ومسرح عملياتها انتزع مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1133 لغما حوثيا خلال الفترة من 29 من ابريل وحتى الخامس من مايو 2023 واضح المركز في بيان ان الالغام المنزوعة شمل 6 الغام مضادة للأفراد و194 لغما مضادة للدبابات و924 ذخيرة غير متفجرة وتسع بوات ناسفة وقال التقرير ان عدد الالغام المنزوعة منذ انطلاق مشروع مسام اكثر من 397100 لغم زرعتها ميليشي الحوث الارهابية بعشوائية لحصد المزيد من ارواح المدنيين الابرياء التقى رئيس رابطة برلمانيون لاجل القدس الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الاحمر امس رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الفلسطينية حمزة حملاوي وذلك على هامش مشاركة رئيس الرابطة في اعمال المؤتمر الثاني لحركة البناء الوطني الجزائرية وفي اللقاء ناقشت طرفان مستردات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخططاته التهويدية في مدينة القدس المحتلة بالاضافة الى اجراءات عقد مؤتمر رابطة السنوي في الجزائر بالتعاون مع البرلمان الجزائري وشدد الشيخ حميد بن عبد الله الاحمر التأكيد على ضرورة التصدي لمخططات الاحتلال الاثمة لتهويد القدس الشريف والمسجد الاقصى واشار الى اهمية دور الجمهورية الجزائرية حكومة وبرلمانا وشعبا في التصدي لتغول الاحتلال ضد المقدسات الاسلامية العربية في القدس والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وشدد على محورية دور الجزائر في دعم الجهود البرلمانية التي تقودها الرابطة واسنادها في المحافل البرلمانية الاقليمية والعالمية جددت الحكومة اليمنية تحذيرها من خطورة مخططات ميليشي الحث الارهابية انشاء حزام طائفي امامي سلالي في العاصمة صنعها عبر تغيير ديمغرافي للمدينة المحتلة وتهجير السكان من منازلهم وقال وزير الاعلام معمر الاريانين ما تقوم به ميليشي الحث الارهابية التابعة لايران من مداهمة لمنازل المواطنين وهدمها على رؤوس ساكنيها بما فيهم او بما فيها ننازل فئة مجتمع المهمشين يأتي ضمن حملتها الممنهجة للاستيلاء على الاراضي والعقارات وانشاء حزام طائفي امامي حول العاصمة المحتلة صنعها يدين لها بالولاء ومرجعيته نظام الولي الفقيف في طهران واضح وزير الاعلام أن تنفيذ هذا المخطط الحوثي سيحدث تغيرا او تغييرا في التركيبة السكانية للمدينة التي ظلت حاضنة لكل اليمنيين وسيضرب النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي وقيم التنوع والتعدد وفرص العيش المشترك بين اليمنيين تضررت عدد من المعالم الاثرية في محافظة تعز وذلك جراء الامطار وغياب الصيانة المستمرة حيث تعرض سور الدولة الرسولية وكذا قلعة القاهرة إلى أضرار قد تهدد اندثار هذه المعالم سيما وأنها تتعرض بشكل متواصل للاستهداف الممنهج من قبل ميليشيا الحوثي وكذا تجاهل الجهات المعنية بصيانة وحماية هذه المعالم من الاندثار أكدت مصادر محلية في عمران اقتحام قيادي حوثي برفقة عدد من مرافقي يوم أمس الأول مستشفى عام في مدينة ريدة تابع لمحافظة عمران والاعتداء بالضرب المبرع على مدير المستشفى وقالت المصادر إن القيادي الحوثي المدعو سلطان محمد بدر الغولي قام باقتحام المستشفى وضرب مديره محمد مصور الذيفاني أمام المرضى والكوادر الطبية بالمستشفى أشارت المصادر لأن هذا الاعتداء جاء على خلفية توجيه مدير المستشفى بإسعاف مرافق القيادي الغولي لصنعه بسبب حالاتهم الخطيرة جراء تعرضهم لحادث مروري كون المستشفى يفتقر إلى إمكانية علاجهم ثمن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهر سالم نيمر الجهود والتدخلات التي تقوم بها وكالة تنمية المشأة الصغيرة التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في القطاعات الخدمية والإنشائية جاء ذلك خلال لقائه بوفد من وكالة تنمية المشأة الصغيرة التابعة لصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة تدخلات الوكالة في القطاع السمكي في المحافظة أكد نيمر حرصة ودعم السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للوكالة لتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة وقال نيمر إن هناك الكثير من مواقع الانزال السمكي بحاجة إلى تدخلات من قبل كافة المنظمات وشدد على ضرورة استهداف الصيادين في مختلف المشاريع القادمة في إطار الحفاظ على الثروة السمكية من الاستنزاف وعمليات الصيد الجائر أشهد وكيل أول محفظة المهر مختار الجعفري بجهود إدارة مستشفى الغيظة المركزي في تحسين الخدمات وتقديم الرعاية الطبية للمرضى مؤكدا استمرار دعم السلطات المحلية للقطاع الصحي في المحافظة جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع للجنة المجتمعية لمستشفى الغيظة المركزي لمناقشة أوضاع واحتياجات المستشفى وأوصل اجتماع بضرورة التنسيق مع إدارة الأمن والبحث الجنائي لإيجاد الحلول المناسبة لبعض السلوكيات والإشكاليات التي تحصل في المستشفى والتعاقد مع حرس مدني في قسم العناية ومقارنة أسعار التحالي للخاصة بالمستشفى مع المستشفيات الحكومية في المحافظات المجاورة وغيرها من المعالجات الأخرى ترأس وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان اليوم بالعاصمة الموقتة عدن اجتماعا لقيادة وزارة الداخلية من أجل بدء العمل بالإجراءات العملية لتفعيل نظام البصمة الإلكتروني لمنتسب وزارة الداخلية وأكد وزير الداخلية على أهمية تفعيل البصمة الإلكترونية لمنع الازدواج الوظيفي داخل المؤسسة الأمنية وتصحيح وتثبيت الوثائق إلكترونيا وصرف البطائق الإلكترونية لمنتسب وزارة الداخلية واستمع وزير الداخلية من وكيل قطاع الموارد المالية والبشرية ومدراء عموم شؤون الضباط والأفراد والمالية بالوزارة على الخطوات العملية لبدء العمل في توحيد قاعدة البيانات ومطابقتها كما اطلع وزير الداخلية من وكيلي قطاع الأمن والشرطة والموارد المالية والبشرية على سير العمل في الوحدات والأجهزة الأمنية والصعوبات التي تعترض سير عملهم وسبل التغلب عليها حقق منتخب الجمهورية اليمنية المشارك في البطولة العربية الرابعة عشر للربوط بدولة قطر المركز الأول عربيا في مسابقة جمع الكرات المستوى المبتدئ بعد أن تجاوز مجموعته بمنافسة شديدة بين 1500 طالب مشارك يمثلون 17 دولة عربية وأوضح مدير أكاديمية الموهوبين في سيئون سعيد بحارثة أن الأكاديمية المشرفة على مشاركة منتخب بلادنا تفتخر بتحقيق منتخبنا الوطني هذا الإنجاز الكبير على المستوى العربي دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله ترجمة نانسي قنقر